السلام عليكم مشاهدي ومتتبعي قناة نهار أهلا ومرحبا بكم إلى عدد جديد من برنامج تساؤلات تعيش أغلب المزارع النموذجية عبر القطر الوطني والتي تم إطلاقها في إطار برنامج التنمية تعيش وضعا كارثيا بسبب توقف النشاط لأغلبيتها والعديد من التجاوزات في إدارتها ولحل هذه المشكلة وتحسين وضع المزارع النموذجية أمر الرئيس تبون بتحويلها إلى مشتلة للطروة الحيوانية والنباتية مشاهدي الأكارم لتشخيص الوضعية الحقيقية للمزارع النموذجية واقتراح الحلول من مختلف الشركة والمهنيين أسعد باستضافة السيد ضريبين سليمان أمين وطني للاتحاد الوطني للفلاحين جزائرين أهلا ومرحبا بك معنا سيد سليمان أهلا وسهلا سيد ياسين مرحبا بك ومشكر قناة النهار على الاستضافة مرحبا بك كذلك أرحب السيد ولد الحسين عبد العزيز رئيس المجلس ما بين المهن لشعبة الحبوب بولاية البورا أهلا ومرحبا بك السلام عليكم ومشكر قناة النهار على الدعوة نعم نبدأ معك سيد سليمان كما ذكرت في المقدمة وضعية صعبة تعيشها يعني المختلف أو تقريبا كل المزارع الناموذجية مفلسة صراعات اعتداءات يعني السؤال الجوهر اليوم ما الذي أوصل المزارع الناموذجية لهكذا وضعية شكرا سيد ياسين نعم أولا لقد أولى رئيس الجمهورية نعم ولقد أولى رئيس الجمهورية الجزائرية والحكومة الجزائرية أهمية كبيرة كبيرة للقطاع الفلاهي كون الأمل الغذائي مقرن بالسيدة الوطنية وفي مجلس الوزراء الأخير سيد رئيس الجمهورية لم يكن راضي النتائج المحققة من طرف هذا المزارع النموذجية والأهدف المسطرة لم يتم بلغها وهذا نتيجة البيروقراطية وفي بعض الأحيان لمبالات ثانية واللمس أولية على جميع المستويات هذا هو الشيء اللي خلاله يعني كما يقولون موضوع هذا المزارع تعيش تعيش تكون نعم هذا متفق عليه نعم الآن ما هي الأسباب أنت كممثل تأتي حاد الفلاحي الجزائرين ما الذي أوصل المزارع النموذجية اللي تم إنشاءها من أجل تطوير القطاع الفلاحة في إطار برنامج تنمية لهكذا وضعية لا أنا أقول لك أول من المزارع النموذجية هذه في 2008 كانت النظام تسير تحى نظام نظام زي ومن بعد في الأوين الأخيرة هذه في 15 سنة 12 سنة ولت الشركة القابضة القابضة نعم وهذا خلى 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 ما محتال كما يقولون تحيكون فيه بيرقراطية كبيرة يعني بيرقراطية كبيرة اللي ما م قلتك في بعض الأحيان تكون طويلة بزاف هذا هو شي اللي خلى نعم طيب دائما نفس السؤال ربما سيقول للحسين اليوم المزارع النموذجية لماذا وصلت إلى هذه الوضعية السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين يشوفوا المزارع النموذجية كان ثلاث أنواع كان المزارع النموذجية اللي جاية كما نعطوله في الموحيط السقي هذيك رأي لبس بها عندك المزارع اللي رأي في الانتريور بتاع البلاد اللي نعطولها اللي يدير وثالثا اللي عندنا اللي انترميديال اللي تطبيل لحيوانات ووسما لأنه وعلا المزارع النموذجية كيتعود انتا لاريستوريكتراسيون تاع الف تسعمية وثمانية وثمانين كيتداروا من المزارع النموذجية واش كانوا دائرينها كانوا عندهم استقلالية القرار في الولاية التوحرم وبعد هما كيتعودوا لاريستوريكتراسيون رأي ارجعهم تابين الولدينج مع ناريش تركتراتي عام 2016 سأرادهم إلى جروب وكان كات جروب ولكن سجي بي سجي بي أغريكول في عام 2016 خذوا القرار خرجوا كات جروب هذا هو الأستاذ ما يحدث؟ القرار يأتي من الفوق يعني مركزية القرار؟ نعطيك شيء صغير و سهل إذا نقضي بي لان نقضي بي لان قبل 2016 كانت المزارع كانت مجموعة لأن القرار يأتي في الولايات وهذا كانت مشكلة في المزارع النموذجية التي نعرفها و بالإحتكاك معهم كانت المزارع لأنه يتحدث بشباب سوار كانت المزارع في البنور و انظروا الأحيان مثل يجير بالأوان الظروف لا تكون انه تنجاه لم يكن لأنه يكتب يبدو أن يجر ألا بل كانوا تتبعوا بسبب لأيّه في 2016 لقد كانوا من هناك مزراعة في جزائر كانوا من المزراعات في الجزائر إذا كانوا صعروا بمواسعار فهذه أخر موذكوا في الآخر يوجد اشكالاً فاكبر في الحرية القرار عندهم البروبلم كانت الأرباح يقولوا تطلحها لزير انت هذا كان اربحت هنا سيفلي تبع الهولدين يهزوا الفايدة هذه يمدوا الأخرى لراهيميتها هذا راني نقولك هكذا وبعدهم سوف نتحدث هذا وش راني نقولك دائما ربما من بين الحلول التي اقترحها الرئيس أنه طلب أو أمر بتحويل المزارع النموذجية إلى مشاتل للثروة الحيوانية والنباتية كيف ترى هذا القرار شوف هسي هو كما كان يتكلم الأخ الزميل هو في 2008 كانت تسير نظام تسير كما نعودوش وش قرب ضيق جواب على السؤال الرجاء كانت الوصية تعلم ما زرع هذا على الوزارة وزارة الفلاحة وعلى مستوى محلي كانوا مدرع الفلاحة الفلاحة هما عندهم الوصية المباشرة على هذا المزارع هذا يعني كانت الأمور سهلة نوعا ما وما فيهاش تحقيدات اليوم كيسرت لك كونفرسيان ورجعوا كما كان يقولك ليوردينك نعطيك مثال كمثال لاتخاذ القرار المزارع شعبة الحبوب لا بكينا الوزارة بعد من الوزارة تلقى الويسي من الويسي زي تلقى لصبسك وفي الآخر تلقى المدير تاعم المزارع شوف 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 استاد الله شو مين مون تأتخذ قرار كيف تجي يعني تتخذ وقت كبير وبير قراطية بخصوص الآن تحويل المزارع الناموداجية لمشاتل للثروة الحيوانية والنباتية ما هو تصورك كممثل اتحاد الفلاحي لتحقيق هذا الهدف نحن تصورتنا لو كان نرجعوا الكيمي يقولها للنظام القديم تعدسير القديم هذه الوزارة هي اللي تكون مسؤولة المباشرة على المزارع هذه النموذاجية والمدير تاعم الفلاحة هو المسؤول المباشر وشوى اذك لازم يكون ان كوميتي تكنيك لتشارك فيه عدة وزارات وخاصة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولزانستوتي كما مثال نعطيك التجيسي كما المعهد المعهد يجب أن يكونوا حاضرين في الكنسي دمينيستراسي على نفو دشاك ويلايا والفارم يكونوا كما يقولها يكونوا شاب بوطي ويخدموا بالتنسيق مع المعهد ومع الوزارة مع الانيفرسيتي سيلا روش طيب سيول حسين ما تظنش أنه مثل هكذا قرار تاخده رئيس الجمهورية قطع الطريق يعني أمام كل خطوة لتنازل على ما تبقى يعني من المزال النموذجية مبارك الله فيك في السؤال هذا لأنه هو سؤال وجيه هو شوف الرئيس الجمهورية هو عنده دي كونسي بس كي خضى القرار هذا ماشي اعطي باطين وش خضى القرار هذا هو عنده عنده كما نقول إحنا عنده ديرابور بس كي بيناع بش هدر لعلى المزال النموذجية لازم نعرف حاجة واحدة عندهم الميرتاع درجل هذه باش تكون على بلك عندهم عندهم البلبرجين في البيديماتر ومبعد احنا في المزال النموذجية بس كي يفو صفور بس كي في المزال النموذجية لازم الناس تكون على بلها عندك انتع الحبوب كي ما قالك أجرولوجيستيك وش فيه فيه الحمر البيضاء اللوناب عندك الفيير الحمر مفلس في غوميدي لكي ما نقدرش نقول لك هما ما ما عنديش المعلومات الصون برصون مي كيين نقول لك ليراهم مفلس مفلس نعم شكول كيين ليراهم مفلس مي مشيقة لأن وعلى راني نقول كذلك برغي نجي تعل الجي بلي جي بلي الدول المزارع اللي هوا على بلو الأخ اللي فيهم التطور الحيوانية جايين ضون البيريمتر على باك اللي يكون في البيريمتر إريقي بسك يحبين الماء ما تخافش الريزيطة وزات السور عندك كما جيفا برو نعطيك وعلي نحن عندنا نشوف 170 مزرعة نموذجية وفي 170 هذه مزرعة كاللي يدخلوها تشاروكية في 2018 يجبون 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 الكابيطال اللي بريبي لكن كيف يجبون اللي بريبي وش كاين كاين كالكوزان جاوا انفستو صح ميكاين الاخرين جاوا وداروا أفك البينار سيمبوليك وهذه جبنس وهذه هي رئيس الجمهورية رأي يشوف اللي بلون بسك ولا رأي يشوف اللي بلون ألي بلو وش كاين لك انتا سابساك تنتج بين قوسين او برئيس او برئيس او برئيس 350 حتى 400 ألف كنتار تع سمونس دو كنايا كنايا ما نقدش نقول فولان ولا فولان ولا لا ما عندش الحق فيها لكن جسي كن شوز لك الكادر اللي رأيهم في الولايات لأ بلو 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 سي ده ده تري پرفورمان لكن كي مك لقد رأيهم لقد رأيهم حريت التصرف كما قال الأخ إطلاعون ويهدوا ويجبون يجبون الناس لنحن نقول كذلك لقد رأيت الوصول نعطي كنا اللي رأينا نعرف منا وفي اللاهي بارك في قسنتينة وفي اللاهي بارك وفي الاحتكاك تعي ويجبون نائب وطني صافية الباليو شراني ترى من ذلك يعيشون في فرمة دون ميلا أو ميلا في فرمة المرحوية وهذه المفرم من هذا الخلف هذا الفرم الكثير من فرم أرادتك شيئا أكثر من هذا في هذه المركبة يتحدث عن الأخي إذا كنت تعلم أن هذا أغرولوجيستيك هذا هو نعمل يسمى جيبلي سابسك جيفابرو كانت أولاً في هذا المنطقة لديه نسيت إنترنت جيفابرو إذا كنت تدخلها في هذه المنطقة تدخل جيبلي لديه أغرولوجيستيك لتدخل أولاً فيها أكثر من هذا تدخل إنترنتي لسابسك يابا كيف أنت يرحمل لك تقولي 2016 حولوكم ومعندكش نسيت وتجيروكا نروحوا ونروحوا كده تلقى عندو سيت اسمح لي فهمت وش أنا نقولك تفاصلتك نعود إليك سيئة سليمان اليوم كما تكلم العديد من المزارع النموذجية تسيير تحم وعقد يعني كل مزرعة نموذجية كاللي تابع المجمعات الاقتصادية كما لوناب كما الجيبلي كما تابعين المعاهي التقنية كل واحدة يعني ونتبع كيفاش نقدروا في هذا الوضعية نقوم بإعادة هيكلة المزارع النموذجية شوف ياسين هو المزارع أنا قلت لكو قبل أولاً لا مبالات وثانين لا مسؤولية في بعض الأحيان تخلي تخلي علاه تعدد القرارات والقرارات يعني وميش على مستوى محلي كما كان يا درسي عزيز نحن نحن رئيس الجمهورية تدخل تدخل بقوة بها شغل إعت الأمور للسكة تحرى نحن إذا هذا 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 أطلق لدخل الفلاحين يكونوا جرعب المزارع النموذجية هذو أراهم تقريب يهزوا منهم. هذا المعظر على النموذجية هذا أرحم أرحم عندهم 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 يعزوا القدرات كيميكولهات البشرية في تكوين خاصة الفلاحين خاصة البحث العلمي الإرشاد هذا يقوموا بالدور هذا. في الأوين الأخير عادوما تقريب الدور هذا هملوه يعني تقريب هملوه تربص تعلال الزيطيديون كسوال الانجينيور لدكتور لتكنيسين سيباريور لتكنيسين يقترح ثم يديروا لأبراتيك يديروا الفون ليربرونجي الثم وزيد حاجة أخرى ما هو نمط التسيير اللي لازم نعتمده في المزارع النموذجي واش تقترح يعني؟ لا لا اقترح هو كما تفقنا لازم ان كوميتي كيمي يقولها لجنة على مستوى محلي لي ترعصها موديل الفلاحة ووالفوان كلور الانيورسيتي وطوت يزانستيتي لازم المزارع يكونوا يخدموا بالتنسيق المباشر مع المعاهد صوات تعلية تربية تعلوحهم مثلا مع لي تلف أنت على الحبوب اللي تي جي سي لانستوتوت تعلق روند كولتور أنت على الماريشار ولي دي سيام هذوك تعلق روند كولتور ماريشار أنت على الاربولي كولتور المختصين في الزاربر هذو كما كما الزيتون وهذي ثاني وهكا وكما كان يقول سي عزيز نوع نعطيهم الحرية في اتخاذ القرار والحرية كنعطيهم في اتخاذ القرار الثما رح يقوموا بالدور تحمل نعم ما هو يعني نفس السؤال ما هو نمط التسيير الذي يجب اعتماده سي ولد الحوسين في المزارع النموذجية شوف حسب الخبرة اللي عندي بسك أنا جسي دي فورماشون فنانسي نعم جسيونير وانا نسير مزرعة العائلية مشتاة عائلية خمسمائة طيب ندخلك في هذي كي تكون عندك مدير أنا ذوك مع الأخ في هذي برك اللي نختلفو فيها كيما سابسك دائرة إن كونفنسيون هذه دائرة إن كونفنسيون مع اسمها المدرسة الوطنية العليا للفلاحة هذه كينا الإشكال وراه سي للديسيزيون كيما قال الأخ الفوق بسك تتروح لزينجينيور نروحوا ذوكا كي نهدرو نهدرو على الأمم الرئيس الجمهوري والشيف بانسي البلان توركوا كيف الفرمة هذه مثلا ذوك باريزوم كينا وحدة في تلمسان فرمشي هذوك نومومس ميش هنا نعرف يجبون ديزيوديون يجبون لكادر عندنا في وحدة في البويرة السيل هاشمي أنا راني 11 سنة بين قوسين أعوذي بلهم كلمتان 11 سنة مع المدرسة الوطنية العليا للفلاح الجرون بروفسور اللي معروفين مكليش وادي ولا راني نقولك الإشكال الإشكال رافرا ديزيوديون تحت المشكلة هو يعيط له يقول له باريزوم ربحت هذا الفيرما نقوله هاللعام ربحت زوج مراه يقول له هزلي مليار ومتين جيبوا لزير أسكو يقدر ينفيستي هو يخلو له قيس الخدامة هالعام هالعام الغالب هذه أمور تعربي سبحانه وتعالى ركال باك الشمال الجزائري ركال جفاف وقال أمطار لم يكن ذلك المشكلة التي نعطي لهم مطارية كما نعطيك مثلا سبسك الخلاف لك ونعطيك أربرو ساقبو التي تبعها جيبابرو التي نعطي لها لديها قيمة المضافة أو لدينا حبس استيراد الفواكيح نرمال منامي ونرى الفاكياج سوف يدخل في برا سوف يدخل تجري البنيفيسيار يدخل درهم يدخل ويدخل درهم منامي لم يكن الماء نعطيك حاجة واحدة العام يفتخ وقرار بناتنا وقرار لك غلطين وغلطين عندنا الفيرم التي نعطيهم بالقورية يعطيهم الفيرم انتغري وش فيهم فيهم لتربي الحيوانات ومنطو عندك انت الانتاج وش يدير يجي يقول لك يدفع شعير تاعي ومن يجيب شعير سوف يطلب ويسي يحلل دولاري خسر مرتين لأن شرات شعير هذا شعير 340 ألف هل يحل يقول أخي يقول 200 ومسين أفضل مشاهدي ومتتبعي قناة نقاش مازال متواصل فاصل إشاري ثم نواصل النقاش عودة مشاهدي الكارم لاستكمال النقاش في برنامج تساؤلات وذكروا كل من يتحق بنا الآن أن موضوعنا اليوم يتعلق بالمزارع النموذجية ونعود إلى ضيفي الكريم السيد ضريبان سليمان بعدما شخصنا ربما وضعية الخاصة بالمزارع النموذجية قدمنا بعض الحلول ونبقى دائما في الحلول والمستقبل اليوم أنتم كإتحاد في اللاحين وفي اللاحين بطبيعة الحال ماذا تنتظرون من المزارع النموذجية المزارع النموذجية عندها إطارات بشرية عندها إطارات بشرية يستطيع عندك المهندسين عندها تقنية سامية تقنية التي تبعوا المسار تقني الحديث ويخدموا سويفون يستطيع تنير التكنيك يخدموا على أولا نتمنى ويرجعوا للنظام القديم تكون ثم في المزارع ويعطوهم نوع من الحرية اللي يخليهم يخدموا ثانيا المزارع هذو راح يا راح يا راح يا راح قدام الفلاحين والفلاحين هذو راح يشوفوا المزارع هذو ويهزوا عليهم وفي بعض الأحيان حتى يديروا حتى دي جون ندفور ماسيون دي جون ندفور زي ما فهمتني سيرتوا سيرتوا الفلاحين يعودوا قرب المزارع النموذجية هذه فهمتني إن أعتلوا الفلاحين زي ما يضبط كما يقولها السومارة اللي تزرع إن أعتلوا كما يضبط ويدلادوز على الإكتار إن أعتلوا زي ما هداوي زي ما هذه وهذا وهذا هو الهدف من هذا المزارع حاجة ثانية المزارع هذا راح يستطيع بوث كونسيرفي هذا شتالت انتوعنا خاصة شتالت لانتوعنا ويحافظوا عليهم يطورهم فهمتني بالتنسيق توجور مع المعهد المختصة ومع الجامعة هذا هو الشيء المنتظر من هذا المزارع طيب سي ولد الحسين ما تظنش هل هناك من يقول أنه ربما فتحها للشاركة مع القطاع الخاص هل يمكن أن يكون حل من بين الحلول من أجل إعادة بعث نشاطها شوف هي هي تحل المزارع تحلها للشاركة في العالم مزرعة التي تفتحها للشاركة هذه معروفة التي تضعيفها لأنها تفتحها للشاركة لكي يأتي بمثال صغير كما يقولون لكي تفهمني مثلا لدينا حوض في البترول تأصونا ترك هل يأتي شركة أجنبية وقدمها هي تحل ولا تدخلها شركة تأتي في جهة آخر التي تقول فاتل اكسبروراسيون فاتسا وكي نلقاو تشارك هذه واحدة عندك عندك شتلة باريزون كان المزارع المعروفة النموذجية باريزون يقولون تخصص تحول باريزون نقولون في الحيوانية قال باريزون يديروا كما الخروف اللي نهضروا عليه يقولوا هذا تخصص تاع ولا الجلال هذا تخصص حاجة أخرى هذه لازم نقول نعطيك مثلا كانت عندنا مزرعة نموذجية في ولاية المدية كان نكس ديركتور وخرجون لتلات ستنكس بلاي بارك سيخالد هذا كانت روعة لكما أرى ما تفعل وش تدير والله العظيم تروح تشوفها كانت يخدموا الحاليب وممطن يخدموا الارب فرويتي وممطن وعلي جاء في البيريمتر شوف كيف فأنا كنت نروح لها انداهش لأن وعلي كانوا يجو من القرية يجو وما أرى نفسنا تبعين تكون المعار في العالم ولمعار يتبعون المعار نقول هذا نقول الرئيس الجمهورية لأن نحن لدي رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية ينسيش على الرقم لا النميريز لماذا يتعلم كل نميريز النميريز يتبع كل الشفافية يتبع الشفافية وقرار وخاصة أنت تحب المعار في هذا المزرع أو تحضر هنا يتبع واناليز يتبع الذين يتبعون في 2018 رأينا وحضرت لها ويضع مليح ويضع ويضع كما يضع 1100 مليار يتبعون ويضع 1100 مليار يتبعون 100 مليون دولار يتبعون 100 مليون دولار في الوكرانيا يتبعون المنزل المنزل يتبعون 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 المنزل يتبعون يتبعون بالعلم والرقم والعصر والرجل المناسف في المكان المناسف هل يمكن أن تكون المزارع النموذجية قاطرة لتطوير الإنتاج؟ نرى الإنسان الجزائري والكدر يمكنهم يتبعون يتبعون الحرية ويقومون 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 هذا يكون التحكم لا يتمكن لكن نقول الوريجين في اللغة العربية ويقومون ويقومون في المنزل وهي الذي يتحكم هذا المنطقة أو في الانستيتيو الذين يتعلمون مثلا نجلبوهم بروجي جديد مثلا نقوله نجلبوه العدس مثلا نقوله هؤلاء العدس ما ترشت نقوله أنت المزارع المنموذجية نروح دين مئة اقتار خليه هو يدير سينك اكتار يجي قررينها عام عامين كثيرا الأرمان نخلوله حرية القرار نعم بالإضافة إلى المزارع النموذجية تكلموا الآن على الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين لاحظنا مؤخرا رئيس الجمهورية صرح أن الإتحاد الفلاحين كنقابة لا يؤدي الضور تعهوه وضروري أنه يتخلى على الجانب السياسي ويهتم بتطوير القطاع الفلاحي يعني ما هو تعليقك أنت كعضو في الأمان العام للفلاحين نرى نحن الأمان العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين كما يقولها المؤتمر درناه في 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 ونحن رأنا نقابة مستقلة الهم الوحيد تعنا هو تطوير الفلاحة والمواكبة تحمل المرافقة تحمل هذا هو الهدف ما إحنا الأهدف ما عناش أهدف سياسية والقانون هذا جديد أنت عن نقابة يقول لك أي النقابة ما تخش في في الأمور السياسية وإحنا يرانا معه الشيلي قال ورئيس الجمهورية احنا رانا معه ورانا كيف يقولها وهذه من هذه يعني لازم النقابة نقابة أي نقابة تأتيهد الفلاحين والله أي نقابة وحدة أخرى خطر سياسة الأحزاب سياسية ماش نقابة النقابة راه كيم يقولها راه تدفع الفلاح وتشوف الهم متاع الفلاح وكيم يقولها وتمشي مع الفلاح على هبا نطوروا السكتور تعنا هذا ونطوروا بلادنا ونديروا الاكتفاء ذاتي على خطر اليوم اللي ما عندوش الاكتفاء ذاتي ما عندوه سيادة ورئيس الجمهورية في جميع تدخل التعو والخطبة التعو دي ما يقرن الاكتفاء ذاتي في جميع في المواد استراتيجية بسيادة الوطنية يعني لما كان لغير الفلاح في النقابة هل اليوم اتحاد الفلاحين يعاني من وجود ربما دخلاء لا علاقة لهم بقطاع الفلاحة لا من بعيد ولا من قريب شوف احنا بها نكون واضحين نعم وتكلم بالصراحة احنا عنا صراحة برب ان شاء الله ونكونوا واضحين نعم وعنا كم يقولوا هران تخبنا مؤتمر وجبنا مؤتمر نعم احنا اليوم القيادة جديدة كلهم فلاحين كاش دخلاء لا القيادة جديدة حبيت نقولك التصور والتوجهتها لازم يبقى إلى الفلاح يعني تحترف يعني اذا فهمت ماذا تحترف انه كاي الناس لا علاقة لهم في الفلاحة في اتحاد الفلاحة والله لحد الان كينين 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 فلا ربما لي لي لممش في اللحين وتلقاهم في النقابة هذه نعم كينين وشوه احنا اليوم ارانا في اعادة الهيكلة ورانا بدينا فيها وعندنا خرجات جهوية ابرتيو ديفان تروى لا 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 الشرق والغرب والوسط والجنوب والجنوب الكبير درنا زوز خرجات احن ديرو فيها زوز خرجات ورح اون فايكسبليكي رح نشرحوا الفلاحين ورح نشرحوا الجميع الفلاحين القرارات الاخيرة انتع رئيس الجمهورية وبرب ان شاء الله اون فاير لا سينيسمو والامنة الوطنية وعلى رأسها الايمين الوطني اراه قال لك لازم يبقى الا الفلاح في النقابة نعم نعم طيب نفس السؤال بخصوص هذا النقابة النقابة اللي تمثل الفلاحين لاحظنا دائما القواغير في الانتخابات اصبحت كوعاء انتخابي تكلموا ربع ملايين خمس ملايين صوت اليوم الفلاح اللي راهو يخدم يعني الارض يعني يبحث من يصل صوته يعني شكون يدي صوت الفلاح يوصلوا المصالح المركزية كيفاش تقيم اليوم اتحاد الفلاحين بكل صراحة بصراحة نعم ذوكا هو قال الاخ سليمان قال كنت نوفاليكيب نعم نوفاليكيب ما نقدرش لكن لازم يتبدلوا وعليه يتبدلوا ما نرى شعله نوفاليكيب في اطار الولايات هو الابروف راح قال لك يروحوا الولايات وعلى راني نقوله على الرقمنا نعم نحن ماشي غير في الاتحاد بسكو باش نتفاهمو راح يقع احنا اسرة واحدة هنا فلاح احضر لي فلاحة فلاحة ندير خدمتها هيا نورمان مفلاحة وش خدمتها يروح في المزرعة ويخدم ما تبع البيروقراطية اللي حدشي وش عنده عنده الجامعة عنده المعاهد وش لازم يدير المزرعة احنا باريزم بلانتر بروفيشيول يرانا معا احنا اماجينيوا في 2018 نبروبوزو الوزارة سمع مليح ثلاث وزارة ربع نبروبوزونا نبروبوزونا إنطاكس نحن نخلصوها المعاهد قيمناها بالقنطار ليفري لذلك ما حبوش يديروها وعليها السبب ما فهمنا وعليها نحن قيمناها لدينا دراسة لدينا حسب الانتاج الوطني إذا دراسة لدينا بين 50 حتى 120 مليار هذه تكون 30 دينار 40-50 دينار هذه دراسة لدينا في الانتر بروفيشيول في العالم تقولوا أنا قابل مدينة تاكس مي اكون تروح المعاهد هذه الجامعات المعاهد نحن المشكلة تتعني لدينا الإطارات الجامعية لدينا مثلا نشاهد الفين حتى نتعة الفين في المجال لا يوجد مكينش باختصانة لا يوجد المكينش يجب أن تجل يجب أن يدخل يخاف من خلال وكيفين كان المتواصل يقول أن اهلا لا يوجد المتواصل وكيفين في الغرفة يجب أن يقول هذه إطارات إذا نجيبوهم نعم طيب كلمة آخيرة كلمة آخيرة أنت كلمت بركيتك وقلت لازم الفلاحين هما لمثلوا الفلاحين بالفعل مراك الله فيك نحن أرى نبي صدر إعادة تنظيم الهيكل تاعنا وإعادة انتخاب على مستوى البلديات والولايات نطلب من جميع الفلاحين ونزيد نكررها نطلب من جميع الفلاحين وهذا طلب من تاع الأمان الوطنية وتاع الأمين العام سيد ديمي عبداللطيف بللي البيبان محلولين لجميع الفلاحين والبيبان محلولين والناس كل يخشوا ويجيوا يضيروا وأي مشكلة في أي بلدية رانا موجودين والله أي وداية والفلاحين مرحبين ويجيوا ينخرطوا في الاتحاد خلاص الوقت سمعت نعم تفضل إذا كلمة في 20 ثانية تفضل أشوف كلمة آخيرة عبركم تمن نتقدمين لرئيس الجمهورية ونحن نرى نطمئين فيه لأن الفلاحين رأينا في وضعية حارجة لأنه كان لديهم الكريدير فيك كان لديهم الكريدير ومملي فنم اللي رهدرنا اليوم راح نصر قالوا أموه رأينا طمئين فيه وعلى بالي هو يسمعنا رأينا نقولوله الرئيس الجمهورية طمئين فيك لأنه أنت هو ولي أمرنا بعد ربي سبحانه وتعالى أنت ليرك رئيس تانا ونطلبوله هذه الرئيس تانا باش يفهمنا رأينا نقولها لك من القلب لأن الناس رأينا في وضعية صعبة 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 السيد ولد الحسين عبد العزيز رئيس المجلس ما بين المهن لشعبة الحبوب ولاية البورا شكرا جزيلا الشكر كذلك للسيد ضاري بن سليمان أمين وطني للإتحاد الوطني الفلاحين شكرا جزيلا إلى هنا مشاهدي ومتتبعي قناة مهار نكونوا قد وصلنا إلى نهاية عدد اليوم من برنامج تساؤلات أطيب المناء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا جزيلا